موسيقى رئيس السيسي يجري التصالح ناتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني ويؤكد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات على جميع المستويات مصر تتقدم بالتهناء لرئيس جوليوس مادابيو لعادة انتخابه رئيسا لإسرائيليون وتتطلع لتنصيق المشترك لدفع مسارات العلاقة الثنائية الجيش السوداني ينفذ عملية نوعية ضد قوات الدعم السريع في أم دورمان ورؤساء الألية الربعية بالإيجاد يبحثون الاثنين المقبل حل الأزمة السادسة مساء بتوقيت قاهرة الثالثة بتوقيت جريليش نشرة إخبارية المفصلات تأتيكم من التلفزيون المصري أحلى بكم موسيقى أجرى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات الفرلمانية والتي جرت في شهر يونيو الماضي وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات سواء على المستوى الثنائي أو في إطار ألية التعاون الثلاثي مع كوبروس ومن جانبه تقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر لرئيس السيسي مؤكدا قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان ومعربا عن حرص بلاده المتبادل على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعادة كما أكد رئيس الوزراء اليوناني مواصلة التشاور المكثف حول قضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وكذا تدعية الأزمات الراهنة للاقتصاد والغذاء والطاقة على مستوى العالم أكد المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن مصر تبعت بمزيد من الاهتمام نتائج الانتخابات الرئاسية بدولة سيراليون الشقيقة التي أسفرت عن فوز الرئيس جوليوس مادابيو بفترة رئاسية ثانية وفي هذا الصدد أكد متحدث الرئاسة أن مصر تتقدم بالتهنئة لرئيس سيراليون على إعادة انتخابه رئيسا لدولة سيراليون في أعقاب عملية انتخابية عكست مدى الوعي الذي يتحل به شعب سيراليون الشقيق وتؤكد مساندتها له في استمرار العمل على التحقيق تطلعات وأمال الشعب السيراليونية وفي دوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وسيراليون قال متحدث الرئاسة أن مصر تتطلع في هذا الصدد لتنصيق خلال الفترة المقبلة بشأن كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدفع مصار العلاقات التنائية قدما في مختلف المجالات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة على تكثيف العمل من أجل تيسير سبل تواصل المواطن مع الحكومة ومضاعفة الجهود المبزولة في تلقي أسباب شكاوى واستغاثات المواطنين ورصدها ومعالجتها وخلال متابعته حصد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو الماضي أشهر مدبولي إلى أهمية تحقيق أفضل استجابات ممكنة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوطيد جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين ويأتي ذلك فيما استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية 108 ألاف شكوى واستغاثة خلال شهر يونيو الماضي مع توجيه 86 ألف شكوى لجهة الاقتصاص المختلفة والمرتبطة بالمنظومة إلكترونية وحفظ 17 ألف شكوى استقبلت أكاديمية الشرطة عددا من الشباب المشاركين بمنحة ناصر لقيادة الدولية وإتي ذلك لتعرف على إمكانات الأكاديمية ودورها في إعداد الكوادر الأمنية الوطنية وإسهماتها الفعالة في إعداد الكوادر الأمنية على المستوين الإقليمي والدولي استقبلت أكاديمية الشرطة نخبة من الشباب والفتيات المشاركين ببرنامج منحة ناصر للقيادة الدولية الدفع الرابعة تحت شعار شباب عدم الانحياز وتفعيل تعاون الجنوب والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية رئيس الجمهورية لانطلاقا من دور مصر الرائد في دعم وتعزيز المشاركة الشبابية والدفع بالشباب بعد تأهيلهم في المناصب القيادية هؤلاء الشباب من 58 دولة من كل قارات العالم أتاحت وزارة الداخلية لهم الفرصة للقيام بجولة داخل الأكاديمية بدأتها بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة وتعرفوا على مساهماته العلمية والتدريبية في دعم وتدريب الكوادر الأمنية من مختلف الدول وكذا كلية الدراسات العلية وإساماتها الفعالة في تمكين الضباط المصريين والوافدين من استكمال دراستهم العلية شباب بتبقى منباهرة بالزيارة الأكاديمية على ماضى السنوات اللي احنا شدناها قبل كده بيأثر فيهم بشكل كبير أن هما بيلاقوا أن الدرسين في الدراسات العلية من الدول الأفريقية ودول الغربية كتير جدا فدي بيعرفوا قد أن الصرح دوت بيساهم وبيشارك بشكل كبير في المجال الشرطي والقانوني على مستوى العالم كله وشهد الوفد إمكانات المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام ودوره في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية ومشاركة المشاركة التي تفعلها لأيجبسيين لأيجبسيين ومشاركة الأفريقية ومشاركة الأفريقية الشباب الموجود من الدول الأفريقية بصراحة كانوا متحمسين جداً انبهروا بالإمكانيات الموجودة في الدولية الشرطة الخدمات التي تتقدم لجمهور الشعب المصري والعربي والأفريقي في تواجدهم أثناء تواجدهم داخل مصر انتقل الشباب خلال جولتهم إلى كلية الشرطة حيث شاهدوا ما تتمتع به من إمكانات تدريبية وتعليمية تشهد عليها العروض التي قدمها طلبة الكلية للحضور في ميادين التدريب المتطورة داخل الكلية استعرضوا خلالها مهاراتهم القتالية المتنوعة ولياقتهم البدنية وكيفية محاكات المواقف الأمنية وبمهارة كبيرة كذا تدريباتهم في ميادين التدريب الأمني الفني على التخصص الوظيفي تجربة جداً عظيمة من حيث الإدارة المؤسسية التنظيم قوة العرض التي شفناها اليوم بدل على شيء مؤسس بدقة حقيقة أنه كان شيء ممتاز ورائع وبمستوى عالي من الاحترافية نتمنى أن تعمل جميع الدول في المنطقة بهذه الميادين المتطورة التي تدريبها هناك حقاً أعني أنهم يدعون الكثير من المتطورات للمنطقة في إيجيب لتعطيهم الكثير من المتطورات والمتطورات لتجربة تدريبهم حبيت كثير التدريبات والتعليمات اللي هم يعملوها للشرطة والستراتيجيات اللي هم يعملوها للتنمية المستدامة فهي دا كثير بحث تلاقيه الاستراتيجيات هاتة نعمل بلبنان ونأخذ من تطبيقات مصر ونحطها بلبنان لأننا لازم كدول عربية نشد إيدينا على بعض يسعدنا اليوم بزيارة هذا المقر وكل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الأكاديمية على حسن الاستقبال وحسن التقديم وشاهد الوفد عروضاً متميزة للإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة والمستخدمة في بعض المهام الأمنية أشياء التي موجودة هنا تعبر عن رؤية قيادة حكيمة واستراتيجية أمنية واضحة يشارك فيها رجال الأمن في مجالات مختلفة منها علمية واجتماعية وثقافية تدريب قوي جداً تلنت جداً مش موجود في حتة غير في مصر يعني حتى على مستوى إفرقية زميلنا الأفرقى هنا ممنبهرين بالمواضيع دي دور أمني متميز لأكاديمية الشرطة تؤكله الزيارات الدولية المتواصلة لهذا الصرح الذي لا يقتصر دوره على إعداد الكوادر الأمنية على المستوى المحلي بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي قام أعضاء الفريق الطبي بالبعثة الطبية بمكة المكرمة بتفقد الحالة المرضية بالمستشفيات السعودية والتي وصل عددها إلى 32 حالة وذلك للوقوف على الحالة الصحية لهم وقد وصل عدد المترددين على العيادات الطبية للبعثة المصرية لأكثر من 25300 حاج لتلقي الخدمات العلاجية والوقائية لهم مستشفى النور التخصصي واحد من ثماني مستشفى بمكة المكرمة تستقبل الحالات المرضية من الحجاج المصريين وقد بلغ عدد المرضى بها إلى 40 حالة تم تقديم الخدمات العلاجية وتدخلات الجراحية الدقيقة لها من قبل كوادرها الطبية بالتعاون والتنصيق مع البعثة الطبية المصرية وتم خروج معظم الحالات عدى حالات ثلاث يتوصل تقديم الخدمة العلاجية لها على مدار الساعة نحن الحمد لله المستشفى النور تبقى بأنها 3 حالات فقط هي استقبلت عدد حالات منذ بدء المناسك إلى الآن 40 حالة تم دخلها المستشفى 8 حالات لقسم الطوارئ وتم الخروج الفوري بعد ملاحظتهم وأغز العلاجات اللازمة لهم وخرجهم من قسم الطوارئ المتبقى من الحالات 32 حالة داخل وأقسام الداخلية بأقسامها المختلفة 29 حالة الحمد لله تم خروجهم وخروج تحسن وخرجهم من المستشفى يتبقى 3 حالات فقط نحن النهاردة جايين عشان نتابع الحالات دي والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بيها عشان بإذن الله نشوف حالاتهم إيه ونقدر إحنا يسافروا والعودة بإسلامة الله إلى الوطن إن شاء الله بإذن الله ونضم حالة واحدة في العلاج المركزة إنما الحالة العامة بالنسبة للثلاث حالات مطمئنة ومستقرة وإن شاء الله يكون نقدر إحنا نتواصل مع الحالات لغاية آخر وقت لبيان موقفها قبل الرجوع إلى مصر الحبيبة إن شاء الله بإذن الله الحالات المرضية الثلاث من الحجاج المصريين بالرغم من أنها حالات تحتاج إلى عناية وتدخلات جراحية دقيقة إلا أنها حالات مستقرة ويتم علاجها والتنصيق لرجوعها إلى أرض الوطن بسلامة الله في حالة جراحة مخ وعصاب اللي كنا بنقول لي في الرعاية المركزة الحالة دي كانت عاملة تفريق خراج في المخ كانت تعبت قبل المشاعر داخلت عاملة تفريق خراج في المخ جراحة مخ وعصاب يعني الحمد لله درجة الوعي بتاعتها بتتحسن مش على تنفس صناعي الأمور تعتبر مستقرة في حالة تانية كابد وجهاز هضمي دي كانت جهاز من الشرق والحمد لله الأمور دلوقتي أحسن عملت منظر وأمورها مستقرة وبتتجهز برضو للخروج بعد استقرار الحالة في حالة تالتة دي من مرضى من نومين في التواري الحالة مستقرة برضو تحت المتابعة المرضى من الحجاج المصريين أثنوا على الخدمة التي قدمت لهم دعينا الله بالقبول والعودة إلى أرض الوطن شد حيلا جيبقه عشان تيجي معنا هوا ها احنا عجينا عشان تقومي بالسلامة وترجع معنا إن شاء الله مش هنرجع إلا وانت معنا بإذن الله إن شاء الله مش محتاجة حاجة ها احنا جينا نتطمن عليك وكل يوم هنجي لك إن شاء الله لغاية لما تيجي بقعنا بإذن الله إن شاء الله ألف سلام عليك ألف سلام عليك الكل هنا في صراعا مع الزمن سواء على مستوى البحثة الطبيات المصرية أو السلطات السعودية لتوفير الخدمات العلاجية العاجلة وتدخلات الجراحية لسرعة شفاء الحجاج المصريين وعودة مسالمين غانمين إلى أرض الوطن محمد حلمي التلفزيون المصري قال المتحدث باسم الأمين التنفيذي لمنظمة إيجاد للتنمية بالشرق أفريقيا نور محمود شيخ إنه من المقرر عقد جلسة لرؤساء دول وحكومات الألية الربعية المعنية بالسودان في أدسة بابا لاثنين وقال مسؤول بالمنظمة إنه تم توجيه الدعوة لكل من رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وفد مصدر بالخارجيات السودانية أن البرهان قد اعتذر عن حضور الاجتماع نحن إليه بما يرتضيه وبما ينتظره في تلك الأثناء تتوصل الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع في العاصمة الخرطون وعدد من المناطق هذا وأعلن الجيش السوداني أنه نفذ اليوم عملية نوعية في مدينة أم درمان ضد قوات الدعم السريع وأضح جيش السوداني أنه بعملية نوعية قد أسفرت عن مقتل عدد من قوات الدعم وتدمير أليات قتالية من جانبها أكدت وزارة الصحة أن القصفة جوية الذي شنه جيش على مواقع في أم درمان أسفر عن مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات يعاني القطاع الصحي في السودان من مشكلة متعددة بالسبب الحرب الدائرة في البلاد حتى أصبح على شفال انهيار التام وفي ظل استمراري الاشتباكات المسلحة في السودان يواصل عدد محدود من المستشفيات العمل رغم النقص في الكوادر والمعدات والمستلزمات الطبية بات النظام الطبي في منطقة العاصمة الكبرى للسودان على واشاكالينهيار فعشرون بالمئة فقط من المنشآت الطبية تعمل بالكاد وسط اشتباكات مسلحة مستمرة بين الطرفي الأزمة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر مستشفى النو هي الأخيرة والوحيدة التي تعمل في أم درمان التي يسكن فيها أكثر من مليون نسمة وهنا في النو يعتمد العاملون بشكل أساسي على مولداتهم الخاصة لأن المدينة لا توفر سوى بضع ساعات من إندادات الطاقة والمياه كل يوم ويويه المستشفى تحدي آخر هو عدم كفاية الطاقم الطبي حيث علق العديد منهم في منازلهم بسبب تعطل وسائل النقل العام بينما فر أخرون من أعمال العنف علاوة على ذلك يعاني المستشفى أيضا من نقص الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية حيث تتعطل عمليات الولادة وغيرها من الخدمات الطبية كثيرا نحن صراحة الموقف عندنا في العيادة لم يبشر خالص كل الأدوية اللي عندنا على وشك إنها تخلص وبالكثير تكفلنا ستة خمسة مرضات وعيادتنا مهددة بإنها تجيف وتشكل استطالة مدة القتال مخاطر جمة على أصحاب الأمراض المزمنة والكلا والأورام وعمليات تحصين الأطفال والطوارئ والأوبئة التي يتوقع أن تكون في تزايد كبير مع استمرار الأزمة أعلنت الأمم المتحدة رفضها التراغع عن إداناتها العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين وإتي ذلك على خلفية مطالبة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الأمين العام أنتوني جوتيريش بالتراغع عن إدانة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المفرد للقوة في أكبر عدوان عسكري على مخيم جنين منذ عقدين طلب ممثل للاتحاد الأوروبي في فلسطين أن سلطات الإسرائيلية بالامتناع بشكل مباشر وواضح عن أي إجراء أو عمل يضر بالمدنيين الفلسطينيين وخلال تفاقده وسلثين دبلوماسيا آخرين أثر الدمار في مخيم جنين الناجم عن العدوان الإسرائيلي الأخير حث ممثل للاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية على احترام القانون الدولي خلال العمليات العسكرية مع القيام بالتحقيق بشكل علني في تجاوزات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين يعقد مجلس النواب الليبي جلسة الاثنين المقبل في مقر المجلس بمدينة بنغازي لمناقشة مقترح اللجنة المشتركة 6 زائد 6 لإعداد قانوني لانتخبات الرئاسية والنيابية وفي السياق نفسه يعقد المجلس الأعلى للدولة في اليوم ذاته جلسة لمناقشة مقترح خارطة الطريق للوصول إلى إجراء الانتخابات اشتركوا في القناة يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل على تمديد تسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا عبر معبار باب الهواء بمقتضى قرار برعاية البرازيل وسويسرا يدعو إلى تمديد المساعدات 12 شهرا وقرار روسي منافس يقصر التجديد على 6 أشهر فقط وينتهي في العاشر من الشهر الجاري تفويض منحه مجلس الأمن لمدة 6 أشهر للعمل بآلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا كانت لجنة العلاقة الخارجية بمجلس الشيخ الأمريكي قد حثت المجتمع الدولي على تجديد وتمديد إصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا قبل العاشر من شهر يوليو الجاري شددت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلس على ضرورة عدم إرسال قنابة العنقودية إلى أوكرانيا وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها سترسل هذه الأسلحة إلى كييف لمساعدتها في هجومها المضادع قوات روسية وضافت الوزيرة أن قرر إرسال القنابة العنقودية تخدته حكومة الولايات المتحدة وليس حلف شمال الصنطي الذي تنتمي له أسبانيا وتحضر أكثر من مئة دولة من بينها إسبانيا الدخائر العنقودية وهي الدخائر تطلق عددا كبيرا من القنابل الأصغر التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة كما يستمر خطر القنابل التي تفقى دون أن تتفقر العقود قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قال إن بلاده من بين الدول المواقعة على تفاقية تحضر إنتاج الدخائر العنقودية وشدد السوناك على عدم استخدام القنابل العنقودية وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة عسمها تزويد أوكرانيا بها وأكد رئيس الوزراء البريطاني موصلة بلاده لدعم أوكرانيا ضد روسيا في موجهة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا أبدت ألمانيا معارضتها إرسالة دخائر عنقودية إلى أوكرانيا وأضحت الحكومة الألمانية أنها انضمت إلى اتفاقية الدخائر العنقودية عام 2010 بينما لم تنضم الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى الاتفاقية انضمت الحكومة الاتحادية إلى اتفاقية الدخائر العنقودية عام 2010 والتي أعتقد أنها توثق بما فيه الكفاية موقف الحكومة للتحادية فيما يتعلق بهذه الأسلحة وعلى عكس ألمانيا لم تنضم الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى اتفاقية أصل بشأن الزخائر العنقودية نحن على ثقة من أن أصدقاء أنا في الولايات المتحدة لم يتخذوا قرارا بشأن تسليم الزخائر هذا أعرب وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على إعلان اعتزامها تزويد أوكرانيا بقنابلة عنقودية وأضاف أن أوكرانيا ستواصل لامتثال الصارم بكافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية التي وقعتها وقامت بالمصادقة عليها مع الالتزام باستخدام الزخائر من أجل استعادة السيطرة على الأراضي الأوكرانية من أيدي القوات الروسية في المقابل تفقد وزير الدفاع الروسي سرغيت شويغو تدريبا للأفراد العسكريين لتشكيلات الجديدة في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن شويغو قام بفحص استعداد وتدريب تواقم دبابات تي 90 بروريف بالإضافة إلى طريقة تدريب جنود المتعاقدين في تنفيذ العمليات القتالية في ظروف وتدريس مختلفة مشيرة إلى إجراء جميع التدريبات على معدات عسكرية جديدة زار الرئيس الأوكراني فوريدمير سيلنسكي جزيرة الثعبان في البحر الأسود مع دخول الأزمة يومها الخمسمائة وتعد جزيرة الثعبان الصغيرة منطقة استراتيجية في البحر الأسود قد تسمح بتشكيل تهديد على تقدم القوات الروسية في أوكرانيا خمسمائة يوم مرت على الأزمة الروسية الأوكرانية والمحصلة مخيبة للآمال في انتهائها وذلك وسط حالة جمود سياسي شديد تدعمه موسكو وكييف من خلال تصريحات حادة تنهي كل محاولات إيجاد حل للأزمة حتى قبل استئناف المحادثات وهو ما طلبت به مبادرات دولية عدة لم تجد طريقها نحو النجاح وبينما أشار مسؤولون بالأمم المتحدة إلى ارتفاع أعداد الضحايا في أوكرانيا بشكل غير قابل للإحصاء بسبب ظروف الحرب قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا في بيان إن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم خمسمائة طفل على الصعيد الميداني تبدو الأمور معلقة حيث لم تحقق روسيا أهدافها المرجوة من عملياتها العسكرية في أوكرانيا ولكنها تحتفظ بسيطرتها على مناطق واسعة من شرق وجنوب أوكرانيا التي أطلقت حكومتها هجوما مضادا في يونيو الماضي يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية وأمضت الولايات المتحدة وحلفاء آخرون شهورا في دعم كييف بالأسلحة المتنوعة وتدريب القوات الأوكرانية لمساعدتها على اختراق الدفاعات الروسية خلال هجومها المضاد لكن روسيا أمضت شهورا أيضا في حفر مواقع دفاعية وتدشين تحصينات متقدمة ونشر ألغام أرضية حولها جعلت تقدم أوكرانيا في الشرق والجنوب مهمة شبه مستحيلة حتى الآن مما دفع واشنطن إلى إعلان اعتزامها إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا بسبب نفاذ الذخيرة لدى الأوكرانيين وبالعودة إلى أهم أسباب اندلاع الحرب في أوكرانيا قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد بوجود إجماع في حلف شمال الأطلنطي بخصوص منح أوكرانيا عضوية الحلف العسكري في الوقت الراهن وعلى الرغم من أن الأمر يبدو منطقيا لعدم إمكانية ضم كييف مع استمرار الحرب الروسية إلا أن الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي واصل انتقاده غياب موقف موحد بشأن انضمام بلاده إلى النيتو مشيرا إلى ما يمثله ذلك من خطر على قوة الحلف نفسه وعلى الأمن العالمي قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسية ديمتري مدفيدف قال إن دول حلف شمال الأطلنطي النيتو تواصل تعزيز قدرة كييف القتالية بكل الوسائل الممكنة مشددا على ضرورة تقييم جميع التهديدات المطروحة وتحديد الأسلحة المطلوبة لمواجهتها وأوضح مدفيدف خلال اجتماع لمجلس الصناعات العسكرية الروسية أن دول النيتو تعزز قدرات كييف القتالية عبر تزويدها بوسائل تدمير حديثة وبعيدة المدى كما يدرسون عن كثب إمكانية تزويد كييف بمقاتلات F-16 الأمريكية وغيرها من المقاتلات كما أكد مدفيدف أن الوضع خطر منوها بضرورة تقييم جميع المخاطر المحتملة والتهديدات والتحديد أنواع وكمية الأسلحة المطلوبة في المستقبل القريب أكد رئيس البولندي أندري دودا أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلنطي النيتو من شأنها أن تعزز القوة العسكرية للحلف جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده دودا مع نظري ليتواني جيتناس نوسيدا في مدينة كالابيدا حيث أعرب رئيس البولندي عن أمله في أن يتم تخذ قرار خلال قمة النيتو المرتقب عقدها في مدينة فيلينيوس عاصمة ليتوانيا السلطاء والأربعاء المقبلين بشأن مزيد من الدعم الأوكرانية خلال مواجهتها للعمليات العسكرية الروسية هذا وقد أعلن البيت الأبيض عن جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن تشمل عدة دول على همشي قمة حلف النيتو في العاصمة ليتوانية هذا ومن المتوقع أن يناقش بايدن الإجراءات اللازمة لانضمام أوكرانيا والسويد لنيتو مع قادة الحلف المجتمعين في فيلينيوس جولة للرئيس الأمريكي جو بايدن تشمل عدة دول على همشي قمة حلف النيتو في العاصمة اللتوانية المحطة الأولى فيها هي لندن سيلتقي خلالها بايدن برئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث حيث ستأتي قضايا المناخ في صدارة الأجندة وفي محطة فيلينيوس حيث يكتمع قادة النيتو سيناقش بايدن وباقية الأعضاء بحسب البيت الأبيض الإجراءات التي على أوكرانيا أن تتخذها للانضمام إلى الحلف ووفقا لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان فإنه لن يتم التصويت على ضم أوكرانيا للحلف خلال القمة التي توقت في فيلينيوس لكنه شجع الرئيس الأوكراني فلوديمير زرينيسكي على الحضور لمناقشة الأمر كما تتصدر السويد جدول أعمال بايدن في فيلينيوس وتعرقل تركيا انضمام السويد إلى الحلف على خلفية دعم الأخيرة لما تقول تركيا إنه جماعات إرهابية إلا أن الرئيس الأمريكي سيناقش هذه المسألة مع نظيره أردغان على هامش القمة ختام جولته ستكون فيه لسنكي للإشادة منضمام فنلندا إلى الحلف وما زالت نرشة السادسة مستمرة وتتابعون فيها كوريا الجنوبية تشهد احتجاجات على قطط يابانية لتصريف مياهف فوكوشيما النووية ومدير الوكالة الضرية يطمئن سول التقى مدير الوكالة الدولية للطاقة الضرية رفيال جراسي مع وزير الخارجية الكورية الجنوبية في إطار زيارة تستمر سلسة أيام شهدت احتجاجات على قطط اليابان لتصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما النووية كان رفيال جراسي وصل إلى كوريا الجنوبية أمس بعد زيارة إلى اليابان وافقت خلالها الوكالة على قطط الحكومة اليابانية للبدء قريبا بصرف نحو 31 مليون طن من المياه الملوسة المخزنة واثر الإجراء الذي وافقت عليه الوكالة الدولية للطاقة الضرية حالة من الضعر بسبب مخوف من أن تتسبب المياه الناجمة من فوكوشيما بتلويت المحيط وكذلك الملح المستخرج من مياه البحر أعلنت منظمة حضر الأسلحة الكيموية أن كل مخزونات الأسلحة المعلن عنها حول العالم تم تدميرها بشكل لا رجعت فيه وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تدمير آخر ما تملكه من هذه الأسلحة وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس إن إنجاز تدمير كل المخزونات المعلن عنها من الأسلحة الكيموية محطة مهمة مشددا على أن المنظمة تولي اهتماما خاصا للحيلولة دون عودة هذه الأسلحة في الصراعات مستقبلا أكدت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن واشنطن تحول منظمة حضر الأسلحة الكيميائية إلى أداة خاصة بها ضد الدول غير المرغوب فيها وأوضحت السفارة الروسية أن واشنطن تحول اتهام روسيا بحيازة مخزون غير معلن من الأسلحة الكيميائية مشيرة إلى إتمام موسكو عملية تدمير الكامل والمبكر لترسانتها من الأسلحة الكيميائية الروسية في عام 2017 أعربت فرنسا عن اعتراضها على تصريحات لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة نددت بالاستخدام المفرط لقوة من سلطات إنفاذ القانون خلال أعمال الشغب الأخيرة ووصفت فرنسا تصريحات اللجنة بأنها مبالغ فيها ولا أساس لها وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن باريس تحضر أي إجراء للتنميط العرقي خلال تعامل قوات الأمن مشيرة إلى تكثيف إجراءات البلاد لمكافحة تجاوزات التطقيق الأمني منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها في باريس ضد عنف الشرطة وكان من المقرر تنظيم المظاهرة حياء لذكر وفاة شاب يدعى أدامة راوري سقط في بحث ثقنة بيرسان شمال باريس بعد توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية على إثري مطاردة بالتفاع عشر من يوليو 2016 ذكرت لجنة الانتخابات الوطنية في هولندا أن الانتخابات العامة الجديدة بعد استقالة الحكومة لن يتم إجراؤها قبل منتصف نوفمبر وقدمت الحكومة لإتلافية بقيادة رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا استقالتها بعد إخفاقها في التوصل إلى اتفاق حول فرض قيود للحد من تطفق المهاجرين نحن 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 نتحقل من التفاقه أن الانتخابات الأشياء لا يتمكن من تطفق هؤلاء اشتركوا في القناة اكدت وزيرة الخزانة الامريكية جانت يلين على ضرورة تنافس الولايات المتحدة والصين اكبر اقتصادين في العالم في اطار من النازهة والتواصل على نحو مستمر لتجنب سوء التفاهم واضفت يلين خلال اجتماعها مع رئيس مجلس الدولة في بكين ان المستوى القياسي الذي يسجلته التجارة الثنائية بين البلدين العام الماضي على الرغم من التوترات اظهر وجود فرصة كبيرة امام الشركات بالبلدين للتعاون في التجارة والاستثمار اكدت وزيرة الخزانة الامريكية جانت يلين ان التعاون بين الصين والولايات المتحدة ضروري لتمويل مكفحة التغير المناخي جاء ذلك خلال زيارتها لبكين ومشاركتها في طاولة مستديرة بحضور خبراء وقالت يلين ان التغير المناخي هو الرقم واحد في لائحة التحديات العالمية ويجب على الولايات المتحدة والصين العمل معا لمواجهة هذا التهديد الوجودية قالت وزارة العمل الامريكية في تقرير للوظائف ان الاقتصاد الاكبر في العالم وفر في يونيو اقل عددا من الوظائف خلال سنتين ونصف سنة هذا وظهر التقرير ايضا ان عدد الوظائف التي جرى توفيرها في ابريل ومايو اقل من العدد الوارد في تقرير سابقة بمقدار 110 الاف وظيفة هذا وهبط الدولار الامريكي في تدولات بعدما اسهمت اشارات على تراجع قوة سوق العمل الامريكية في خفض التوقعات بالنسبة للمدة التي سيبقى فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي سيبقي على اسعار الفائدة مرتفعة لكن اليون قفز بفضل مخاوف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية قياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة أحيات اليابان اليوم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال رئيس الوزراء السابق شانزو عابي بالرصاص عندما كان يلقي كلمة في حدث انتخابي على يد رجل غاضب من صلاته بكنيسة التوحيد الكورية الجنوبية وانضم رئيس الوزراء فيوميو كشيدا وغيره من كبار المسؤولين والمشرعين إلى أرملة أبي في حفل تأبين خاص أقيم في معبد بوذي في توكيو ويذكر الأبي اتباعه سياسات اقتصادية شملت التيسير النقضي القوي والتحفيز المالي وإلغاء الضوابط التنظيمية وكان أبي يدفع أيضا عن سياسة دفاعية صارمة تسببت في زيادة الإنفاق العسكري وتعديل دستور اليابان السلمي للسماح بإرسال القوات اليابانية في مهام قتلية خارج البلاد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية رحبت المفاوضية الأوروبية باتفاق تم التوصل إليه في المنظمة البحرية الدولية لمراجعة استراتيجياتها لعام 2018 بشأن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادر من السفن وأكدت المفاوضية أن الاتفاقية تعد علامة فارقة لخفض البصمة الكربونية للنقل البحري الدولي وضمان مساهمة قطاع الشحن بشكل عادل في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ بما يتناسب مع حصتي البالغة 3% من الانبعثات العالمية مديفة الآن وقد تم التوصل إلى الاتفاق من المهم البدء في التنفيذ في أقرب وقت ممكن على أرض الواقع تسببت عوام الوعدة في نفوق ألاف الأسماك وعثر على أكوام من سمك المبروك الفضي هامدة على ضفف نهر العز بالعراق وصنفت الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمسة الأكثر تعرضا لتأثيرات تغير المناخ والتصحر في العالم وتأتي في المرتبة التساع سلفين في قائمة الدول التي تعاني من شحن مائي مخاطر التغيرات المناخية طالت الطبيعة والكائنات الحية وتسببت في التدهر البيئي في العراق تسببت عوامل عدة في نفوق آلاف الأسماك وعثر على أكوام من المبروك الفضي هامدة على ضفاف نهر العز هذا الأسبوع صدم الصيادون في محافظة ميسان جنوب العراق عندما اكتشفوا نفوق مئات الأطنان من سمك المبروك فجأة في النهر الذي كان مصدر دخل لسكان المنطقة وعليه شكلت الحكومة العراقية لجنة للتحقيق لمعرفة سبب نفوق هذه الأسماك بعد نفوق كميات من الأسماك الموجودة في هذه القناة الأسباب الواردة إلينا بأنه نتيجة انحسار كميات المياه وقلة الإطلاقات المائية عبر ناحية الخير بالتالي أدى إلى التزاحم بين الأسماك والكائنات الحية الموجودة في النهر هذا أما أدى إلى انخفاض نسب الأكسجين المذاب في المياه حيث وصلت نسب الأكسجين إلى O.5 خلال السنوات القليلة الماضية أدى الجفاف وغياب الأمطار إلى انخفاض كبير في منسوب المياه في نهري دجلة والفرات بالإضافة إلى انخفاض منسوب المياه المتضفقة من الدول المجاورة للعراق كما أن تلوث المياه تسبب في مشكلة رئيسية في جميع أنحاء العراق في الأشهر الماضية وبحسب الأمم المتحدة فإن العراق من بين الدول الخمس الأكثر تعرضاً لتأثيرات تغير المناخ والتصحر في العالم وتأتي في المرتبة التاسعة والثلاثين في قائمة الدول التي تعاني من شح مائي وهي تواجه تحديات متعددة تفاقمت بسبب تغير المناخ بما في ذلك موجات الحرارة الطويلة وفقدان الأراضي الخصبة والتملح وانتشار العواصف الترابية بدأ اليوم التشغيل التجريبي لكوبري طاع حسين والذي يمثل شرياناً مرورياً لكونه يربط هضبة المقتم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضرة ويأتي تنفيذ كوبري دمن خطة الدولة في إنشاء المحاور الجديدة التي تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت وتحد من استهلاك المحروقات ويمثل كوبري طاع حسين عملاً هندسياً فريداً في مجال تشهيد كباري حيث تم تشهيده في تسعة أشهر من العمل المتواصل افتضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعط يرافقه محافظ المنوفية عدداً من المشروعات بكرة المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة المنوفية المزيد عن الافتتاحات وجولة وزير الاتصالات تطلعن عليه مرسلة التليفزيون المصري جرمين إبراهيم نعم بعد التحية نتحدث عن مشروع قطرات مبادرة حياة كريمة والذي يواصل السير في قرى محافظة المنوفية كباقي المحافظات في أنحاء الجمهورية نتحدث عن أكثر من 81 قرية ومركز خلال المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكثر من 120 قرية ومركز خلال المرحلة الثانية لتنفيذ هذه المبادرة الرئاسية والتي يتم من خلالها تنفيذ عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية وفق خطة متكاملة حتى يشعر المواطن بما يتم على أرض الوقع كنا منذ قليل في زيارة لقرية شمة والتابعة لمركز أشمون والتي تم تحولها لقرية نموذجية عن طريق تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نتحدث عن تنفيذ مجمع خدمات حكومية ومجمع زراعي أيضا إنشاء مدارس ورفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل إلى جانب إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز شباب تحدث أيضا عن مد خطوط صرف صحي وغاز طبيعي وأيضا إقامة أسواق حضارية كل هذه المشروعات تتم وتم الانتهاء من جزء كبير جدا من هذه المشروعات ليتم تحويل حياة المواطنين في هذه الكرة أيضا مبادرة الحياة بتولي اهتمام خاص بالمشروعات الخاصة بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات كان هناك جولة منذ قليل لتفقد وافتتاح مكاتب خدمات بريدية بعد تطويرها عن طريق زيادة شبابيك تقديم الخدمات في هذه المكاتب وأيضا تقديم كل الخدمات سواء البريدية التقليدية أو الخدمات الرقمية والخدمات أيضا التي تتواجد على بنصة مصر الرقمية للمواطنين أيضا كان هناك عملية تحويل كابلات النحاس إلى كابلات الياف ضوائية وهما يزيد سرعة الانترنت المقدم للمواطنين في خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب أيضا العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي بالمحافظة إلى جانب تنمية القدرات الرقمية لشباب المحافظة وبالحديث عن الشباب نتواجد حاليا في مركز إبداع مصر الرقمي والذي هو في جامعة المنوفية وهو جاء في إطار مبادرة حكومية بيتم تنفيذها في ست جماعات حكومية من أجل تقديم كل الدعم للطلاب ورواد الأعمال وأيضا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتهم من أجل تحقيق التحول الرقمية إذن هي مشروعات مستمرة ومتكاملة لتقديم خدمات لأكثر من 60 مليون مواطن في الريف وتحويل حياته لحياة كريمة أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني مؤسسة صنع الخير أحد كيانات التحالف الوطني الطالبة ندا عبد الباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة بزويل الفيوم صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة وإهدائهما منحا دراسية كاملة طوال فترة دراساتهما الجمعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولا لدرجة الدكتورة وأوضح المركز الأعلامي في بيانه أن رعاية الطالبتين تأتي في إطار استراتيجية التحالف الوطني لنهود بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفاوق والابتكار وكذلك في إطار مبادرة التكافؤ التي أطلقتها مؤسسة صنع الخير للتنمية لدعم طلاب جماعات النبغين من غير قادرين وتشجيعهم على استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم تنظم تنصقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة نقاشية تحت عنوان ثورة 30 من يونيو ذكرى سمود الشعب أمام إرهاب الإخوان تدور الندوة حول الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو العظيمة التي استردت الوطن من نظيم إرهابي تمكن من اختطاف الوطن وإرهاب مواطنه وممارسة جرائمه المعهودة ضد الشعب مختلف فئاته وتناقش أسباب اندلاع ثورة 30 من يونيو ومحاولات أخوانة مؤسسة الدولة كما تتطرق المناقشات إلى دور المثقفين في الثورة وكذلك دور حملة تمرد في الحجد للثورة ودور القوات المسلحة في تأييد الثورة ومطالب أشعب المصرية أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مبادرة ابني أديبا والتي تستاذف بناء جيل فني واعي بقضايا المجتمع وعملت مبادرة ابني أديبا خلال أربعة أشهر ونصف على تدريب أكثر من عشرين طفلا تتراوح عمارهم بين خمس إلى خمسة عشر عاما وتنولت المسرحية عددا من قضايا التنمية المستدامة التي تأتي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 والله مبادرة مهمة جدا ابني أديبا أنا شايف أنها ستبقى مهمة جدا للأطفال والكبار والشباب وأن أنا ببدأ من القاعدة الأساسية الأساس هو الطفل عندما تبني طفلا سليما هتبني مواطنا سليما محبا للوطن وأنا دايما بشوف أن أنسى بالطرق أنك تبني إنسان سليم والفن والله هي المبادرة ابتدت ورقة سياسات كانت موجودة في التنسيقية عن تنمية النشق عندنا قناعة أنه الاستثمار في النشق هو الأهم لأنه الحقيقة للنشق مش بس حصاد المستقبل النشق هما دول المكملين في الجمهورية الجديدة الجهود التي تبدلها الدولة المصرية الحقيقة محلش حول سقدر ينكرها يعني حياة كريمة والمشروعات وكل ده محتاج يعني مواطن قادر على حمايته وصيانته وتنميته والحفاظ عليه الهدف من مبادرة أن الأولاد يكسبوا ثقة في نفسهم يمرسوا حاجة برة أسلوب الحياة الدراسية يمرسوا هواية يمرسوا أنه يقدر يواجه جمهور في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كتير من دول العالم أكتر حاجة بيخاف منها الناس الموت ومواجهة الجمهور فإن أنت تخلي طفلي من خمس سنين لخمساشر سنة يقف على خشبة مصرح يقوم بدور كامل من أول آخر وهم كلهم أطفال بيسندوا بعض بيتعلموا روح الفريق ويواجه الجمهور فهو بيتعلم يعني إيه فن بيتعلم يعني إيه تزوق بيتعلم يعني إيه حس جمالي بيمتمي للوطن أكتر ويقدر بعد كده كمان يكون مع فريق وروح فريق ويسق في قدراته ويقدر يبني بلده اشتغلنا خلال الأربع شهور على تدريب الصوت تمثيل الإلقاء استعراضات واعدنا عملنا تدريبات كتير جدا ثم بتديني نشتغل على المصرحية الحمد لله هم كانوا بيتطوروا كل فترة عن اللي قبلها إحنا كان الهدف من المبادرة في الجزء ده تحديدا إن أنا مش شرط هم يطلعوا يمارسوا الفن يعني مش عايزة طلع ممثل مش عايزة طلع كاتب مش عايزة طلع مخرج مش شرط هيطلع منه من أسماء وهوبة سينا عايزة طلع ممارس ومتزوق إحنا في ابن أديبان بدأنا بإحنا نقلف كصص بإسمها ابن أديبان بنقلف كصص وبنوسع فكرنا عشان يبقى عندنا ثقافة ونخلي الجيل جديد عنده ثقافة من الأول خالص وأنا متمرن كصص زي نعمل كصص وإنيميشن وكنا كذا حاجة بنكبر الموضوع ده ودلوقتي بقى دخلنا على المصرحية خلنا أربع شهر ونص وكان طبعا من المخرج جلال وعزيز كانوا معانا استفدت اللي أنا ممكن مثلا أطلع ممثلة لما أكبر أو أستفدت حاجات يعني ممكن ممثلين يعملوها أنا كان في الأول ما كانش عندي أي فكرة عن أي حاجة جينا لمبادرة أعلمونا إزاي نكتب كصص نقلف كصص وبرمجة يعني نعمل كورتونات لوحدنا وطبعا إحنا هدفنا في المصرحية دي إن إحنا يعني نفاهم الأطفال أو يعني أي حد يعني أي تماما السدامة ومن مبادرة ابن أديبا إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع مرنة إيهاب إليك مرنة شكرا نادينا شكرا صحر والآن مشاهدينا جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا بحثت مصر ولبنان سبولة وأليات دفع تعاون المشترك بين البلدين في المجالات الزراعية وخلال اجتماعا ضم وزيرية زراعة البلدين تم بحث التكامل الزراعية بين البلدين والتعاون في مجالات زيادة الصادرات الزراعية وإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة التبادل الزراعي فضلا عن بحث آلية تقديم الدعم والخبرة المصرية في مجال الاستزراع السماكية للأشقاء في لبنان اجتمع السفير هاشم بدر المنصق الوطني رئيس لجنة تنضبية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الدكية مع ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر كريستين عرب وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذية للتعاون الجاري بين المبادرة والهيئة وأوجه التعاون الأخرى التي يمكن إطلاقها كما أكد السفير هاشم بدر أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف تشجيع المزيد من الفئات للخروج بحلول بئية مبتكرة مشيرا إلى الاهتمام الخاص بتشجيع المزيد من السيدات على المشاركة في العمل المناخي انتخبت مصر بالإجماع من قبل المؤتمر الوزرية الحالي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لعضوية مجلس المنظمة لمدة ثلاث سنوات قادمة وحتى عام 2026 يأتي ذلك تقديرا لجهود الدولة في مجال الزراعة والأمن الغذائي وزيادة رقعة استصلاح الأراضي وإدارة المياه وتطبيق أحدث وسائل الرية الحديثة ويعد مجلس منظمة الفاو الجهاز الرئاسي الأهم بالمنظمة حيث يضم عددا من الدول ذات الخبرات وتجارب العريقة الناجحة في تلك المجالات ويقوم بسياغة وإقرار ومتابعة كافة سياسات واستراتيجيات المنظمة في جميع أنحاء العالم ذات الصلاة بالأمن الغذائي في أسواق البترولة العالمية ارتفعت أسعار النفطة مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع اذ ضغط المخوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادية وتراجع الطلب على النفطة وارتفعت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 2.6 من 10% إلى 78.47 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكسيسالوسيتا الأمريكية بما يعادل 2.9 من 10% إلى 73.86 دولار للبرميل كما صعدت أسعار المزعود عالميا بنسبة 3.27 من 100% لتصل إلى 2.56 دولار للتر هذا تراجعت أسعار الغذي الطبعية بنسبة تقدر بـ 1.3 من 100% لتسجل 2.58 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية اندلع حريق كبير في منصة بحرية تديرها شركة النفط الحكومية المكسيكية قبالة الطرف الجنوبي لخليج المكسيك وأوضحت الشركة أن إنتاج النفط تعرض لضرر كبير جراء الحريق بينما سعت القوارب القريبة لإخماد الحريق بمدافع المياه وتعمل المنصة في حقل كانترال النفطية تابع للشركة والذي كان أحد أكثر الحقول الإنتاجية في العالم أكد التحاد الدولية للنقل الجوية إياتا بأن الطلب على الشحن الجوية تراجع في شهر مايو الماضي بنسبة تقدر بـ 2.4% في قارة أفريقيا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022 وأضح لتحدون الشحن الجوية لشهر مايو في عام 2023 في قارة أفريقيا تراجع أيضا بالنسبة 19% مقارنة بشهر إبريل من العام نفسه وأرجع تقرير إياتا هذا الانخفاض في حركة الشحن الجوي إلى تباطئ حركة التجارة بين قارتين أفريقيا وأسيا انتهت أخبار الاقتصاد والعودة عليكم مرة أخرى دينا وصحر شكرا لك مرنة إيهاب وبالأخبار الاقتصادية نصل إلى نهاية نشط السادسة وتبقى التذكير بالعنوي الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني ويؤكد الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات على جميع المستويات مصر تتقدم بالتهنئة للرئيس جوليوس مادابي لإعادة انتخابه رئيسا لسيراليون وتتطلع لتنصيق المشترك لدفع مصار العلاقة التنائية الجيش السوداني ينفذ عمليات نوعية ضد قوات الدعم السريع في أمودرمان ورؤساء الآلية الربعية في الإيجاد يبحثون الاثنين المقبل لحل الأزمة وصلنا إلى ختم نشرة السادسة شكرا لكم وإلى اللقاء